بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي يعلم冬 معلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والصلاة والسلام على خير Jimmy Bolton حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه قبل نهنا مع بعض محافظة للأهلية من كتاب الامتحان للصف الثاني الثانوي الترميل الأول لفعاتنا الجميلة 20-22 لو أنت جديد في القناة تستишتاعم شترك وتعمل لايك ولو أنت قديد في القناة خليك مشترك وعمل لايك عشأن ن Luxemura نكمل مع بعض المحتوى الهدف مجانا لكل الطلب احد الانشطة الانسانية تقوم بها فرد من المجتمع ويتمحور حول فهم الظواهر سواء الطبعية والاجتماعية والاحداث يتم ملاحظتها ودراستها ومن ثم طبعا من ثم نتيجة نتيجة لذلك يتم التوصل لمجموعة معلومات يطلق عليها القوانين او الحقائق او النظريات تمام اما التكنولوجيا مالهبة فهي مجموعة المعارف والمهارات تم اكتسابها وكذلك الاسبيب يتم استخدامها في انتاج شيء ما ويتم الاستعانة بها في حل المشكلة قد تواجه المجتمع وتتضمن التكنولوجيا المخترعات ايه المخترعات والصناعات طيب صلى الله عليه الصلاة والسلام بيقولك ايه بعدها وببساطة يمكننا ان نقول ان العلم يطرح سؤالا بماذا يعني السؤال بيقول ليه الحاجة دي حصلت ليه التعليل بتاعها يعني العلم بتاعتها في حين تطرح التكنولوجيا سؤالا بكيفة ليس عن الكايفية بتاعتها يتضح من هذا ان العلم يطرح التساؤل الذي يمكن التوصل لاجاباتها عن طريق العقل حلو اما التكنولوجيا فهي التطبيق العملي يعني تكنولوجيا تطبيق للعلم ده ومن ثم يعد العلم نتاج الفكر والتكنولوجيا نتاج العلم والتكنولوجيا الدور كبير في تحفيز العلماء على بعض المزيد من العمل من الاني للبحث عن حلول للمشكلات تتوجد كل يوم يعني تكنولوجيا بدور على الحلول لمشكلتنا اليومية بتسهل حياة الانسان يعني في حين يحفز العلم التكنولوجيا على تطور من خلال متطلبات العلم بمزيد من ادواته التقنيات. يعني العلم بيزود التقنيات بأدوات وتقنيات كتير. بتسهل البحث العلم. نصلي عصول الله اساساً. معنى كيمة يحفز يقوي يشوق ينشط يحس. طبعاً يقوي دي بعيدة نستبعد للاول. يقوي بعيدة. ويشوق مش بكلم عن الشوق هنا بعيدة خلاص. ياما ينشط ياما يحس. الاجابة ادقة تبقى ايه? ركز معنى. ينشط يا جماعة بتيجي امتى? ينشط في الغالب في الغالب استعمالها. بيجي مع حاجة خاملة. لابقول الرجل ده كسول خامل قاعد كه نايم. انت ليه طول اليوم? بيتفرج على سبونج بوب. ده رجل كسلان خامل. انا عايز انا اشطه بقى اللي هو يعني بقوم اعماله عاملة تنشيط موتيفيشن بالانجليزي يعني. فده اسم ايه ما حاجة ده اسمه تنشيط. فالغالب ده استعمالها. لما ادقة يعني بقى الحس يحس يعني ايه? بتشجع الحد ده نواية من الحاجة. تقوم بقى بالانجليزي. كده يعني بتحس انه يعمل حاجة. تدعمه. دعم. حس. فالاجابة بقى تبقى تبقى يحس. في حين يحس العلم يحس العلم ايه? التكنولوجيا. على تطور من خلال متطلبات العلم. بمزيد من ادوات والتقنيات. فالاجابة تبقى يحس. تفكر عمل مقال العلم نشاط انساني مش بيكلم على العلم بس. مش ينفع. التكنولوجيا مش بيكلم على التكنولوجيا بس. مش بيكلم على تكنولوجيا بس في الاجابة بالصطentar تبقى. العلاقة العلم بتكنولوجيا تكملية. تكملية يعني من يتكمله بعض. اثنان مي الموخلف. كم هما يبحث العلم يعني العلم بدور على علة الحاجة. ليه حصلت يعني? والتكنولوجيا نفس الكلام طبعا غلط. اثنان دقة تبقى جيم. العلم يبحث في العلة. بيقول ليه ده حصل? يطرح سؤالا بماذا? انما التكنولوجيا تبحث سؤالا بكيف علواء? ازاي ده حصل? هيئته ازاي? ما هيئته ازاي? فالاجابة دقة تبقى جيم. صلى حصول الله? رأي ده زل لا يعد حقيقة. واحدة من دول لا تعتبر حقيقة. يعني مجرد رأي. العلم النتاج المعرفة طبعا ده تذكر عندنا هنا في المقال. فالعلم النتاج المعرفة والتكنولوجيا العلم. طبعا ده كله حقائق. تطور ادوات الجراحة سامرة من سمر العلم والتكنولوجيا. طبعا صح. ادوات الجراحة المتطورة الحديثة. نتجة ايه? تكامل العلم والتكنولوجيا مع بعض. انما جيم وجوب اخضاع البحث العلمي اللي قيم الاخلاقية. انح لازم نخلي البحث العلمي مطابق للقيم بتاعت الاخلاق بتاعتنا. طبعا ده مجرد رأي. ده ما اذكرش عنه في المقال اصلا. فالاجابة الصحة تبقى جيم. ده مجرد رأيي. بقول بس ان البحث العلمي لازم يرتبط بالاخلاق. انما الباقي كله تذكر عندنا ان هو ده كله عبارة عن حقائق. نتجة عن تكامل العلم والمعرفة. غاية التكنولوجيا ارتقاء باخلاق الانسان مش بيكلم عن الاخلاق هنا. الاستغناء العنصر البشري طبعا غلط. قالك انها هتكمل حياة الانسان هتسهله مشاكله بس. التحكم فيه مش بتحكم فينا خلص. اجيب بساطة ابيه الارتقاء بحياتنا. بعدها بيقول لك الحياء من الايمان. ليه? لانه البعث عن افعال الخير. ومنع من معاصي. ويحول يحول ان يمنع. يحول بين المرء والوقوع في مستنقع القباح. ويمنعه مما يعاب به ويزم. الحاجات اللي تقعيبها في حقه. يتزم بيها. طبعا يعاب ويزم اتنين بنفس المعنى. فاذا كان هذا اثره فيشك انه خلق محمود. ومن هم بفعل فحشة منعه حيائه من اقتلافها. وانما يعتدي عليه سفيهم بسبه او شتمه يمنعه حيائه من مقابلة السيئة بالسيئة. واذا يسأله سائل يمنعه الحياء من رده وحرمانه. وحين يضمه مجلس فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام المحرم زي الغيبة والنميمة. يبقى الحياء هو ايه هو كل حاجة. ومن تحل بخلك الحياء تجلت فيه هذه الاثار الحسنة. لذا طبعا لذا يا جماعة تعليل. لذا كان الحياء خيرا كله. بل هو الدين كله. لعلوي منزلته وجليله قدره ورفعة شأنه وعظيم نفعه. روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والمعنى ان الراضي عن القبح انما هو الحياء. الحياء هو اللي بيمنعك. وبغيابه تنظروا الاخلاق وترتكبوا الفواحش والموبقات. ليه? لان الحياء هو الحائل المانع يحولوا بين الشيء يعني يمنعوا بين الشيء. بين الاقدام على المعصية وبين الامساك عنها وانه كالسد. اذا تحطم النتيجة بقى انهمر الماء يعني سال الماء انصب الماء ليغرق كل شيء. معنى كلمة انهمر لك يا جماعة. كلمة انهمر يا جماعة همر الماء او انهمر الماء معناها انصباب الماء. الماء بتتصب بتسيل من الاخر كده. بالغالب بشدة يا تنصب بشدة تسيل بشدة. فإن دفع سالة انحصر امتدى. الاجابة دقة تبقى سالة. سالة الماء يعني ايه? يعني مية تصبت. تصبت على حاجة. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. منهمر يعني منصب. مصبوب. مسال. فالاجابة دقة تبقى سالة. قال علمان انصب لمنقال السابق. الحياء خير كله. الحياء يعصم من الزلل. حياء يعصم من الزلل طبعا دي فكرة فرعية. او بيمنعك من الحاجة الوحشة ايه. الحياء حمرة في الواجه طبعا او ما ذكرش الكلام ده. الحياء الشعور بالخجل برضو ما ذكرهاش. اجابة اضاقة بالف. الحياء خير كله. على طول بيكون فيه خير. عشان بيعمل ايه? عشان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عشان كل الحاجات اللي بيعملها. طبعا ده عنوان شامل مناسب جدا للمقال. عطف يزم على يعاب فاقر قوله. يفيد ايه? طبعا يزم نفس معنى يعاب. في كده يفيد ايه? يفيد التوكيد. اتنين من نفس معنى. ده اسمه اطناب بيعمل حاجة. اطناب بالترادف. غرضه ايه? غرضه التوكيد. الغرض باستخدام اساليب القصر. طبعا اسلوب القصر يفيد ايه التخصيص والتوكيد. هنا فيش تخصيص طبعا فهنختار ايه? نختار توكيد. ده قول الكاتب انه كسد. انهمر الماء ليغرق كل شيء. يعني قصده ايه الكاتب اللي هو الحياة ده عام زى السد. لو تكسر المية هتغرق كل حاجة. يصدع بنين المجتمع ان الحياة ده بيكسر بين المجتمع طبعا غلط ده بيحافظ عليها. يحافظ على منافع المجتمع ما اذكرش المنافع دي خطوص فمش ينفع. يحول بين المرأة ومجتمع يعني بيحجب بين المرأة ولمجتمع برضو دي بعيدة. الرجالة بساطة بألف. حامل للمجتمع. يحمي المجتمع. بما تميزة اسلوب الكاتب طبعا ده سؤال مباشر. نستمتاجه من مقال يعني كنا نستخدم الاسلوب الخبري. الحاجات دي كلها يعني اسلوب الكاتب ده اصلا سؤالة بواسع جدا. آآ ممكن في اكتر من اجابتين فعلا. يعتمد على اسلوب القصر يكسر من الاطناب كل الحاجة دي صح. طبعا مستدلا هنتستخرج الحاجة اللي هو عملها. يعني قلت مسلا اسلوب قصر ده براء اسلوب قصر هنا واكتبه. بس كده. من وصية عمر بن كتسوم لبنيه. طبعا دي عبارة عن وصية. بده فن نصري نوع وصية. يا بنيه قد بلقتم العمر ما لم يبلغه احده من ابائي. ولا بد لمفر يعني ان ينزل بيه ما نزل بيهم من الموت. اني والله ما عيرته احدا بشيء الا عيرته مثله. يعني كل ما تريع على حد بحاجة نستريع علي بنفس الحاجة دي. ان كان حقا فحقا وان كان باطلا فباطلا. ومن سبة سبة. اللي يشتم يتشتم. فكفوا عن الشتم. فان هو اسلموا لكم. واحسنوا جواركم يحسن سناؤكم. يعني احسن جوار الشخص اللي جنبك. يعني جيرانك احسن اليهم. ايه النتيجة بقى? يحسن السناء بتاعك. السناء بتاعك وسمعتك تبقى حلوة. واذا حدستم فعوه. افهمه. واذا حدستم فاوجزه. فانهم على الاكسار يكونوا الاهزار. يعني كل ما تكتر في الكلام كل ما هتلخبط. ولا خير في من لا روية له عند الغضب. ولا تتزوجوا في حيكم. فانه يؤدي الى قبيح بغض. طيب. صلى الله الله صلاة والسلام. معنى كلمة روية. روية يا جماعة يا شخص يتروى في الشيء. يتأنى في الشيء. عنده حلم. عنده اناه. فالاجيابة اضاقة تبقى اناه. اناه يا جماعة يا شخص المتأني. بالراحة كده بشويش. علاقة قوة ليه? فانهم على الاكسار يكون الاهزار. طبعا دي تعليل ما قبلها. وقال لك ايه يا عمال حاجة? قال لك واذا حدستم فاعوه? فاوجزه? خليكم مجازين كده? ليه? لانهم على الاكسار يكون الاهزار. عشان ما تكتر في الكلام هتغلط. يبقى طبعا ده تعليل ما قبله. احسنوا جواركم يحسن سنائكم. يضل على فطولة العلاقة بين الجران. يعني ما فيش علاقة بين الجران طبعا غلط. في علاقة قوية. ضرورة السناء على الجار يعني تساعد تمدحه. غلط ما عليكش تمدحه وغينا خالص. ضرورة تبادل التهنائة بين الجران برضو ما كيمش على التهنائة. في مش هينفع اللي جابها صلاح تبقى به. العلاقة بين الجران مرآة للاخلاق. يعني علاقتك بجارك دي بتعكس سمعتك. بتعكس اخلاقك. هو ده اللي قاله يحسن سنائكم. السناء بتاعك يظهر. السناء بتاعك او المدحي بتاعك يظهر سعيدة. الناس نعطي مدحك. قال الشعر. قلي بقى من الشعر. بقول ما صفى الامرء ان عايش يسر به الا سيتبع يوما صفوه كدر. ما فيش يوم عاد عليك حلو الا هيجي لك يوم تاني كله كدر. كآبة. مش عاف الشعر كئيب او ليه كده بيسودها في فشنا. المهم قد يرعوي المرء يوما بعد هفوته. الهفوة يا جماعين الغلطة. الزلة. لما تيجي تغلى تقول لك دي اخر مرة يا رب اخر مرة وفي الاخر بتعمل نفس الغلطة تاني وبتندم عليها. دي اسمها هفوة. يرعوي يعني ايه بقى يرعوي يعني يتوب. المرء ممكن يتوب وهيجي يوم بالايام يتوب بعد غلطة من غلطاته بعد هفوة من هفواته. يبقى يرعوي معناها يتوب يقلع يرتدع عن الزنب. وتحكم الجاهل الاياب والعبر. الجاهل بتحكمه الايام والعبر. حتى متى انا في الدنيا اخو كلفين. طبعا دي جملة صعبة شوية. كلف يا جماعين يا جماعة. كلمة كلف معناها النمش. لو بيزهر في الوش هفين النمش يا جماعة? اللي هو نقط كده بتبقى ايه موجودة في الخدين. في الخد هتبقى له هو كلف في الخد. مني الى لذاتها صعر. الصعر ده برضو عبارة عن ده يصيب العنق يمنعها يعيقها من الالتفات. حاجة كده زي تشنج في الرقبة. بيخلين متعافش تدير كده وشك. مش عايف تلف في وشك. رقبتك يعني. فانا بيقول انا في الدنيا عبارة عن اخو كلف. يعني انا تعبان في الدنيا. وشي فيه نمش ورقبتي تعبانا وكده. بعد اقول انا ارى اثرا للذكر في جسد يعني الذكر اللي انا بذكره مش بقى ليه اثر في الجسد بتاعي. مع ان المية في الحجر القاسي له اثر. معان المية ممكن تدوب الحجر الاسي. انما الذكر للاسف مش هفه يدوب القلب بتاعي. معنى يرعوي في بيت تانية زي ما قلتك يرعوي يعني يتوب يقلى يرتدع عن الحاجة. طبعا كل دول بوعات خلص ينزجر يعني يبعد عن الحاجة. لما قلتك انا بس ايه محمد يزجر احمد. يزجر يعني ينهى. يرضع اقول له انت ازاي تعمل كده? ما تعملش كده تاني. فينزجر معناها ايه معناها يقلى. يتوب عن الحاجة دي. افدت تقديم في قول الشار وتحكم الجاهلة. مين بيحكم الجاهل? الايامه والعبره. فينه قدمنا المفعول به الجاهل على الايام والعبر. ليه? للتخصيص والتوكيد. حلو. طب انا يا محمد عندي تخصيص وتوكيدة. اختار مين? تختار للادق التخصيص. عشان هو اللي بيجي الاول? التخصيص يعني ايه? هنا بقول هتحكم الجاهل مين يحكم الجاهل بقى? الايام والعبر. فينه هو عايز يأكد عليها ماشي. لكن الادق هو عايز يخصص الجاهل. ممكن يقول وتحكم الايام العبر الجاهل. لكن هو مش عايز يأكدها كده. بتحكم الجاهل مين يحكمه بقى? الايام والعبر. فعايز يأكد على فجة الجاهل بيه خصصه. فالاجابة دقة تبقى التخصيص. المحاصل المديعي بين صفو وكادر طبعا حاجة صافية. حاجة متكدرة. حاجة متعكرة. ده اسمه طباق. الشار عاتب نفسه طبعا عاتب نفسه على قصوة قلبه طبعا على الزنوبه المتكررة. وطبعا نصور زلك باخر بيت لما قالي المية بتدوب الحجر. وانا مش قادر يعني الزكر مش عادي يتوب قلبي ولا يدوب قلبي. التسمة داخلها في عصر الاموي من ناحية الخيال طبعا بالقلة زي ما قلنا. فالاجابة الصحة تبقى القلة. طبعا ده سؤال مباشر جاي من الادب. طبعا ده برضو سؤال مباشر. قال الشعر سأحمل روحي على راحتي. الراحة لي كف في الايد. وقلقي بها في مهاوي الردى. هرمي بيها. في المهاوي طبعا مهاوي يعني حفر. حفر الردى الموت. ده تشبيه بريخ جاورة الردى بالمهاوي. فاما حيات تسر الصديقة واما ممات يغيز العدى. طبعا جملتين عكس بعض الحياة بتفرح الصديق ومات يغيز الاعداء. ونفسه الشريف لها غايتان. ايه هم بقى? ورود المناية ونيل المنى. طبعا ده اسمه اجمال. بل ليه غايتين? واحد. ورود المناية اتنين نيل المنى. طبعا ده اسمه ايه? اجمال. تفصيل اهو. ده تفصيل بعد اجمال. يعني هبدا عن تفصيل. بعد ايه بعد الاجمال. محسن معنوي في البيت التاني. محسن معنوي. حسن تقسيم البيت التاني فين او بيت التاني اهو? حسن تقسيم مقابلة تورية مراعاة نظرية. هنا في الاتنين. اما حياة انت سر الصديقة واما ممات يغيز العدى. الاتنين موجودين خلي بالك. فمش شرف عن اختار حسن تقسيم. ليه يا محمد ده موجود. ايه موجود بس اناك محسن معنوي. معنوي ايه يا جماعة? يا معنوي يعني مش بيعمل موسيقى. حسن تقسيم بيعمل موسيقى. يا مش هينفى. ليه بس اناك مقابلة جملتين عاكسة بعض. صلى الله حسول له اساسي. طبعا عاطفة الشاعر هنا عاطفة الحماسة. عنده عاطفة الحماسة متحمس جدا. واثروها في اختيار الكلمات بنجاوب ازاي. السؤال ده بقولي انتقى الشاعر وكلماته بدقة لتعكس تلك العاطفة الجياشة. الا وهي عاطفة الحماسة. ونختار كلمات بقى توحي بالحماسة زي سألقي بها في مهاور الردة مثلا. اه ايه تاني? ورود المناية. نيل المناية دي كل كمين توحي بشدة حماس الشاعر وتحمسه وتطلعه للعولة والمجد. بس كسه. ادي علامة الصحيحة لكلمة يرجون. الامهات يرجون الخير لابنائهم. طبعا الامهات يرجون دي نون اي نون النسوة. عشان بنات بك انها امهات. نون النسوة طبعا بتخلي الفعل المضارع المبني على السكون. فطبعا ده فعل مضارع مبني على السكون. انا تجد الخضرة طبعا تجد فعل مضارع مجزوم بانا. انا جماعة ادوات الجزم ادوات الشرط. يبقى انا تجد الخضرة طبعا تبقى ديك تستمتعة. بساطة بقى تستمتعة. حزفنا النون طبعا لشان فعل مضارع مجزوم. ما تجاوزت ما تجاوزت في حديثي معك فاعتزل. انا ما اتجاوزتش معك في الحديث. عشان اعتزل لك. طبعا دي ما نافية. دي فاق ايه يعمل حاجة? فاق السببية. فاق السببية بتنصب طبعا. فاليجابة الصحة تبقى الف. فاق ايه فاق السببية. خلي بقى فاق السببية. بيجاب لها ايه? بيجاب لها نفي. او طلب. هنا طبعا دينا ايه? عندنا النفي. بعدها بيقول لك الجملة التي تضمرت المصدر الميمي. من فعل دخلها. دخل اللاعب ليرفع الاسقال دخول الواسق. طبعا المصدر الميمي يكون فيه ميم. هنا فيش ميم اصلا. مش ينفع. مدخل الحكام ملعب المباراة الساعة الرابعة طبعا ده اسم زمان. مش ينفع. مدخل الجمهور ملعب المباراة مبابا الشرقية برضو هنا اسم مكان. مش ينفع? انا جاب بصحت بالف. دخلت مدخلا كريما. او ياسود. طبعا ياسود هنا يجلز التوكيده بالنون. ليه يجلز التوكيد بالنون? لعل طلب طبعا. يبقى طبعا الجياب الصحي يبقى يجلز التوكيد بالنون. يمكن ما تلاقيه دلع طالب؟ لا تحققن المشد لوطنك. لازم لا تحققن. لما تلاقي اللام منصوبة عليها فتحة هي. هتوحطط لك الفتحة قاصد. اللام منصوبة كده. يعني اللام عليها فتحة. والفعل نفسه مؤكد بالنون. يدل على الاستقبال كل الشروط فيه بتاعت الى اسم ايه واجب التوكيد بالنون? يبقى طبعا ضحقنا هنا فعل واجب التوكيد بالنون. يبقى طبعا اعرابه ايه? مبني على الفتح. يبقى لجابة الصح تبقى مبني على الفتح. على بيقول لك يا ام الحاج بيقول لك الجمعة يتورد بها كلمة الوطنية مصدر صناعي. المشروعات الوطنية وطبعا وطنية عبارة عن نعت. يبقى ده اسم منسوب. مش هينفع. الانشيد الوطنية برضو ده نعت. مش هينفع. يرتقي الوطن بالاعتمال السعي الجاد والانجازات الوطنية برضو ده نعت. مش هينفع? يبقى الصح تبقى به. الوطنية مبتلأ مرفوع. البرهنة والتدليل. مصدرين ايه? طبعا كلمة برهنة الماضي منها برهنة. تدليل دلل. لا ما يشد دلل. واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. ربع. ما لابلك ورزق ورزق اتاك ولم تأتيه ولا ارق العين منه الطلابه. اهلا بثاني مضارع في بيت السابق. له ورزق اتاك ولم تأتيه. طبعا ده فاني مضارع. مجزوم بلم. ولم من جزم وعمل حاجة. المجزم وحزف حرف العيلة. هي تأتي بالشكل ده. عزفنا ليه? بقى تأتيه على طول. اعطينا له. واكد الفعال الماضي من نفسهم التوكيد. طبعا الفعال الماضي يا جماعة ما يفعش اكده بالنون. يبقى انت الجاي بإذن الله نكمل بأي التدريبات. سبحانك ادوان بحمدك. نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. ببركاته.